بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل محرك الإنسان الأساسي هو فكره طريقة الفكر هي التي ترسم خطوات الإنسان في حياته الإنسان المتدين أو الشخص الفاسق ما الذي سبب أن يذهب هذا المتدين إلى المسجد ليصلي وسبب أن يصوم ويحج ويزور ويخمس ويزكي ويعمل الصالحات ويجتنب عن المحرمات فكره وكذلك الإنسان غير الملتزم فكره هو الذي سبب عدم التزامه ولذلك الإسلام يركز على العقيدة قبل العمل لماذا؟ لأن الذي لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى سوف لا يلتزم بالأحكام لأنه يعتبر هذه الأحكام أحكام غير ملزم الإتيان بها الذي لا يعتقد بعلم الله سبحانه وتعالى قد يرتكب المحرمات في خلواته الذي لا يعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى يعمل ما يشاء من الأعمال الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وآله لا يلتزم بالأحكام التي جاء بها النبي والذي لا يعتقد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام لا يرى نفسه ملزما بأي شيء فلذلك الأنبياء جاءوا لتصحيح معتقدات الناس إذا المعتقد كان خطأ العمل يكون خطأ الوهابي الإرهابي الذي يفجر نفسه في وسط حشود من الناس يقتل نفسه ويقتل العشرات لماذا يفعل هذا الفعل؟ مع أن الإنسان أعز شيء لديه نفسه الناس الناس عادة يرجحون يرجحون نفسهم على كل شيء يحاولون الحفاظ على أنفسهم ما كواحد لأجل المال يقتل نفسه ما كواحد لأجل الرضا سلطان يقتل نفسه لكن لماذا هذا الشخص الإرهابي يقتل نفسه؟ لأنه طريق التفكير مجموعة من أصحاب المصالح ومن الدول والسلاطين سببوا مناهج غسيل دماغ هذا يتصور بأنها بهذا العمل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يدخل الجنة بعمله هذا الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومرقوا كما يمرق السهم من القوس مرقوا من الدين كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء كثير منهم كانوا طالبي دنيا ولكن البعض منهم لم يكن طالب دنيا كان طالب آخرة بسبب الخطأ المنهجي في التفكير وصل إلى أن يقاتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأن يقتل في هذه الطريقة ولذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكلمة المعروفة عنه يقول لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق في الأعم الأغلب كانوا يريدون الحق لكن أخطأوا بسبب خطأ طريقة التفكير لذلك أمير المؤمنين قال لا تقاتلوهم بعدي ليش؟ لأن القتال كان بين بني أمية وبين الخوارج سواء الخوارج انتصروا أو بني أمية انتصروا كان نصر للباطل ماكو فرق هذا باطل وذاك باطل لا تقاتلوهم تحت لواء بني أمية لأنه لو بني أمية تغلبوا فأنتم تقتلون في سبيل بني أمية لو الخوارج سيطروا تقتلون في سبيل الخوارج وكلاهما باطل فالشاهد أنهم كانوا يطلبون الحق لكن أخطأوه لماذا أخطأوا الحق؟ لخطأ في منهجية في التفكير العقيدة ما كانت عقيدة سالمة ما كان يعلم الأكثر منهم الجهل منهم العام منهم ما كانوا يعلمون أن ميزان الحق هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن قد بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي ما كانوا يعلمون بحديث الغدير لأنه كان هناك تكتيم مثل هذا العصر أنه يحاولون التعمية والكتمان ولكن الله سبحانه وتعالى هذا النور ينشره ويأبى الله إلا أن يتم نوره فعلى كل حال طريقة الإنسان في تفكيره هي التي ترسم مستقبله ترسم حياته لذلك على الإنسان أن يصحح نمط تفكيره الشخص الكسول لماذا هو كسول؟ كثير من الأحيان بسبب خطأ في منهجية الفكر يفكر أنه أنا عندي وظيفة وتأتيني أموال خلاص لا أعيش حياتي لا أحتاج إلى أحد وأنتهي الأمر هذا الشيء مرفوض ولذلك الكسل من أسباب الدخول في جهنم لأن الإنسان الكسول يتوانى ويتماهل عن أداء تكاليفة وعن الفرائض وذلك يؤدي به إلى السقوط في المحرمات لذلك حينما نلاحظ الآيات الكريمة وكلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إضافة إلى جانب المعتقدات اللي فيه تركيز كبير وأن الأعمال لا تصح إلا بالمعتقد تركيز على النية نية المؤمن خير من عمله طبعا النية ليس بمعنى التمني التمني معنى ذلك إحنا الآن جالسين كل واحد مننا يتمنى أن يكون أعلم العلماء وأثر الأثرياء وأكبر الكبراء مثلا هذا تمني النية معنى أن الإنسان يقصد أمرا أنتم عندما جئتم إلى هذا المكان إلى زيارة السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام كان عندكم نية يعني قصد مو تمني وإلا كل الناس كل المؤمنين يتمنون هذه الزيارة لكن لماذا لم يأتوا لأن التمني غير النية النية يعني القصد نية المؤمن خير من عمله لأن الإنسان إذا نوى في صلاته الرياء هذه الصلاة باطلة مو فقط باطلة بل محرمة نفس هذه الصلاة محرمة لأنها في رياء فويل للمصلين ويل وادا في جهنم تأويل الآية رياء هذا النية أن ينوي الإنسان بصلاته يقصد بأن يراه الآخرون فيصير إلى سمعة ويصير إلى ذكر طيب مثلاً هكذا يتوهم في حين أن المحرمات لا تسبب الذكر الطيب إذا كم يوم الناس انخدعوا بهذا الشخص ولكن الله سبحانه وتعالى سيكشف سوء سريرته نية المؤمن خير من عمله النية هي التي تعطي لون لهذا العمل هل هذا العمل هذه الصلاة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى فيستحق عليها الثواب أو مبعدة عن الله سبحانه وتعالى فيستحق عليها العقاب هذه النية لذلك صارت خير من العمل لأن عمل الإنسان مركب من أمرين أعمال بالجوارح وقصد اللي هي النية هذان جزآن في كل عمل اختياري يعني أي عمل اختياري نحن نقوم به أي عمل باختيارنا قسم مننا عمل وقسم مننا قصد حتى شرب الماء تريد تشرب هذا الماء تقصد شرب الماء فتشربه فهناك كل عمل مركب من أعمال خارجية ومن نية أيهما هو الأفضل النية هي الأفضل العمل إذا كانت النية سليمة أيضا يكون فيه الفضيلة وإلا فلا ولذلك أكو في بعض الأحاديث الشريفة سؤال لماذا أهل النار مخلدون في النار واحد ارتكب معاصي كم سنة عاش في هذه الدنيا ستين سنة سبعين سنة أقصحت مئة سنة كان كافرا خالف أجرم كم سنة خالف وأجرم كل مئة سنة أقصحت فلماذا يخلد في النار يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام طبعا هناك أجوبة متعددة موجودة في الروايات من الأجوبة أنه بعض الأحيان الجريمة تكون قصيرة لكن عقابها يكون كبير القاتل يرمي الرصاص خلال ثانية فقط فجريمته كم استغرقت من وقت ثانية واحدة لكن يعاقب مثلا في بعض التشريعات الوضعية بالسجن المؤبت يقول أنا ارتكبت جريمة ثانية لماذا تعاقبوني بالسجن المؤبت اللي هو ملايين الثواني يقال أن الجريمة ولو كانت صغيرة لكن عقابها كبير هناك أجوبة أخرى في الروايات ولكن من الأجوبة أهل النار يخلدون في النار لأن نيتهم كانت إن خلدوا في الدنيا يستمرون في معاصيهم ولذلك الله عز وجل يقول بالنسبة إلى أهل النار هم في النار ويشوفون العقاب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لو الله سبحانه وتعالى يرجع معاوية الآن مع أنه الآن أكثر من ألف سنة في أشد أنواع العذاب إذا أرجع الآن في الدنيا سيفعل ما فعله وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون فلأن نيته غير سليمة فلو كان يخلد في هذه الدنيا يستمر في المعاصي على هذه النية الله سبحانه وتعالى يخلده في النار وكذلك المؤمن يخلد في الجنة لأن من نيته لو خلد في هذه الدنيا أن يكون مؤمنا إضافة إلى تفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على الإنسان فبناء على ذلك إحنا ينبغي علينا أن نصحح طريقة تفكيرنا أن نصحح ابتداء عقائدنا نصحح عملنا تبعا لتصحيح تلك النية هذه الطريقة من الفكر هي التي تسبب السعادة للإنسان أو الشقاء له والإنسان هو الذي يكون سبب لسعادته وشقائه لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا وهديناه النجدين نجد الحق يعني طريق الحق وطريق الباطل أمامه مفتوح لأنه مختار فهو الذي يختار من المفردات المهمة التي إذا روعي فيها الموازين الصحيحة تكون من أسباب تقدم الإنسان الأمل لكن إذا هذا صار في إفراط أو تفريط يسبب سقوط الإنسان الإنسان العامل لماذا يذهب إلى العمل؟ الزارع يذهب ويزرع يوم الأول الذي يذهب ويزرع ويسقي الأشجار هل يحصل شيء؟ يمكن ينتظر أشهر إلى أن يقتطف الثمار لأنه عند أمل بأنه عندما يسقي عندما يزرع سيقتطف ثمرة عمله بعد فترة لأنه عند هذا الأمل يقوم بالعمل إذا ما كان عنده أمل إذا كان يائس ما يروح يعمل والآن يروح أعمل على أي شيء لا أحصل على نتيجة ولذلك اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى من أكبر المحرمات لماذا اليأس من رحمة الله اليأس من رحمة الله أسوأ من القتل أسوأ من الغيبة أسوأ من شرب الخمر الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لماذا؟ لأن الذي ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى يشوف الطريق مسدود أمامه والذي يرى الطريق مسدود أمامه لا يكون له وازع لأن يطيع الله سبحانه وتعالى يقول ما دام أنا من أهل جهنم فصليت لو ما صليت صمت لو ما صمت قضية معروفة حميد بن قحطبة لعنه الله هذا في شهر رمضان كان يأكل الطعام فشخص ضيف كان وارد علي فدعاه هذا كان ناسي أنه شهر رمضان فبدأ بالأكل ثم تذكر فأمسك فحميد بن قحطبة قال ليش أمسكت؟ قال شهر رمضان كيف أنت الآن تفطر؟ فقال أني قتلت في قضية مفصلة معروفة ستين سيداً علوياً فاطمياً من ذرية أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها في ليلة واحدة فقال صليت لو ما صليت صمت لو ما صمت شربت الخمر لو ما شربت الخمر أنا في نار جهنم يروى أنه الإمام الرضا لعله قال أن يأسه من رحمة الله أسوأ من قتله ستين سيداً علوياً فاطمياً إذا وصل إلى حد اليأس يعني خلاص ما عنده أي أمل فإنه يرتكب مختلف الجرائم وكثير من المجرمين الكبار هو هذا سبب أنه تحولوا إلى مجرمين كبار ارتكب بعض الجرائم الصغيرة فيأس من رحمة الله فدخل في مستنقع الرذيلة ولم يخرج منها إلى أن تتوفاه ملائكة العذا في حين أن الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى يسبب للإنسان تصحيح أعماله يعني واحد ارتكب سنوات معاصي ترك الواجبات الآن عند أمل برحمة الله سبحانه وتعالى باب التوبة الله فتحه لماذا فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة مع أنه عقلا قبول التوبة ملازم واحد مجرم ارتكب جريمة الآن متندم الندم يكفي في غفران جرمة لا الآن القوانين الوضعية أي مجرم ألف مرة إذا تندم يقولون يجب أن يعاقب لازم يعاقب إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يغفر الذنوب بإشكال عقلي لا ارتكبت جريمة فعليك أن تعاقب عليها لكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان ليعذبه الله خلق الإنسان ليرحمه كما قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوحا لماذا؟ حتى الإنسان إذا أخطأ يصحح خطأ إذا حقوق الناس يؤدي حقوقهم ويتندم ويستغفر الله سبحانه وتعالى إذا حقوق الله سبحانه وتعالى يتندم ويستغفر إذا في قضاء يقضي إذا ما في قضاء هو التندم والاستغفار والقصد على أن لا يعود هي تكون توبة الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لكي الإنسان لا يصل إلى مرحلة اليأس فإذا وصل إلى مرحلة اليأس ينغمس في المحرمات ولا يرجى له عود نعم إذا الأمل طال طول الأمل طول الأمل بمعنى أن الإنسان يسوف في أداء الفرائض وأداء التكاليف لآجل أنه يقول عندي وقت طويل هذا مذموم ويلههم الأمل كما في الآية الشريفة طالب لا يدرس لماذا لا تدرس اليوم الأول من الدراسة؟ يقول عندي ميتين يوم وقت يوم الثاني لا يدرس؟ يقول عندي وقت يوم الثالث لا يدرس الرابع لا يدرس وإذا يرى أنه يوم الامتحان حضر وهو لم يدرس ويسقط في الامتحان الإنسان إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله في خطبته في آخر جمعة من شهر شعبان فاسألوا الله بنيات صادقة إذا سأل الله سبحانه وتعالى بنية صادقة الله سبحانه وتعالى يستجيب لأن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب رحمته ويريد يرحمنا بس نحن لازم يكون لنا القابلية لأن تصيبنا تلك الرحمة الله ينزل رحمته لكن نحن قد بأعمالنا نكون حاجب بين أنفسنا وبين تلك الرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ولا تنسونا من صالح الدعاء في هذه الليالي المباركة وهذه الأيام هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر